حديث البلد مع سليم عصاف مرحباً سليم عصاف وأهلاً وصهلاً فيك بحديث البلد سليم عصاف أنت شاعر وملحن لبناني معروف من أكتر من عشر سنين تميزت بإحساسك العالي وبالبصمة الرومانسية اللي ما بتفارق أعمالك برصيدك لليوم عشرات الأغنيات الضاربة اللي تعونت فيها مع كبار نجوم العالم العربي وإنت ضيفنا الليلة بعد ما أصدرت أغنية خاصة بعنوان الأولي قلبي وصورتها بفيديو كليب نعرض حصرياً على شاشة الـ MTV سليم عصاف اليوم عبدالطل بثالث أغنية خاصة لك معقول تحترف الغناء أو هاي مجرد هواية عند كاتب وملحن محترف هي مش تجربة هي شغلة حساية أنه لازم أقدمها ويمكن كل فترة عشر سنين يمرق ما أقدم أغنية جديدة يمكن قريباً كتير مرتبطة كتير بمزاجي الشخصي قصة الغناء نعم سليم عصاف قبل ما نكفي معاك خلينا نحن واجوفنا نسمع باقة من أجمل أغنيات اللي هي من كلماتك وألحانك بهالميوسيك ستوري موسيقى 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 سليم عصاف تعوانت مع أهم النجوم مثل ماجيدة الرومي صابير رباعي محفظ الألقاب نجوة كرم كارول اسميحة فارس كرم رامي عياش رويضة عطية وأكتر غيرون وبرصيدك عدد من الجوائز منا مرتين الميركس دور نعرف أن موهبة النظم بلشت عندك بعمر كتير بكير بشو صار بينك وبين الشاعر موسى صغير لما كان عمرك ثلاث سنين بس هي كان في حفلة زجل الأهلي كانوا فيها موجودين وأنا كنت صغير كتير فاسمع زجل كتير عجبني الدف اللي حامله موسى صغير هلأ هو يقرب أنه ولد صغير قال له بدك هذا الدف قلت له ما مردت قال لي راح أتيك هذا الدف إذا بتقل لي ردي هلأ هو توقع أنه أنا راح ما حق أحكي شي وراح فل فوالله قلت له في الزكا ضربة كفو زقفة كفو ضربة دفو زقفة كفو لبنان بتحلى جباله شكرا يا موسى عدى فهديتك قلبي بداله فهين تعذهب هو إن أنا اسوي من عمر تسويا أكيد منقب طابل الحين اتلوو IT أعملوا شي للمسog من وحي أشكارك ونغيرتك محتدين أطور أم إتلو proves أنه مضالك، مضالك على الدف وعطاكي ما أقولك شي للمسى... متلم اعمل لأنه في ألي 40% إن شخص يلي 40% إستغلتك كان مع ألي 40% مضالك على الدف أو عطاكي صح طيب هلأ بعد ناخفية ومثل ما قال لك شادي هذه. بس شاهدين أنه هلأ. هلأ ايه. آه. يميشو يا انساني. يا حنون و لبناني. الله عيدة عيدة. لكن اتنافع بالرأس ولا نافع بيشي تاني. لكن اتنافع بالرأس ولا نافع بيشي تاني. بالأغاني كمان فينا نقول. بالأغاني كمان فينا نقول. ولكنت نافع بالرأس ولا نافع بالأغاني نيشو رد عليك كيفك؟ ايه نيح في الأخبار كيفك مع الزجل؟ عصير الجزل يعني بوقتها كانت حلو بس بعدين صارت تكرر الصور تكرر لازم له تجديد شوائي يعني بعتقد خلاص انه في شي تاني الناس هلأ مهتم فيه بس هلأ بالحياة تفاجأت انه معظم الأغاني اللي لفتتلي نظري أنا عادة ما بسمع أغاني جديدة أبدا بس بالسيارة دايما أكون عم بسمع معظم الأغاني اللي لفتتلي نظري بهال سنتين ثلاثة كانوا هلأ انعرضوا طلعوا لها سليم هادي بدأ زعفي كبيري سليم عصاف بتكتب بتلحن وبتغني ولها السبب البعض أطلق عليك لقب الفنان الشامل اللي نعرف فيه الفنان مروان خوري اليوم بتقول انك ما بتحب تتقارن مع مروان خوري وانك معجب بأعماله شو الغنية اللي اللفة ولحنة مروان خوري وكتب تتمنى انه تقول لقب هو مش ما بتحب أقارن بس لأن في فرق بالعمر الفني فغلط المقارنة مروان عمل خط وعمل مدرسة وانا من الناس المعجبين جدا بأغنية وبشغل بطول انك كتير معجب فيه غنية هو عملها انت فنان شامل وهي انت أسلحة دمار شامل هاي بأكيد هانو هي شك فيها تسلام يا شاهد غنية غدر الزمن فينا وينك يا ماضينا غدر الزمن فينا وينك يا ماضينا شو الغيار الأحوال كنا حبايب وعز الحبايب غيام زعلنا وطالهم يا رايح منسيناهم اللهم لا لا ينسونا يا رايح روح قبالهم سلم عالبي يحبونا طمنا كيف حوالهم بعد قلب حنونا يا رايح خيط بشام أغلى من كل الكون يا شو بسمة وطحية كبيرة للفنان مروان خوري سليم أغنيتك الخاصة الأولى كانت صرت إلي اللي هديتها لزوجتك أماني بيوم عرسكن غنيت ليها من سنتين واليوم عم بتقدم أغني جديدة من كلمك ولحنك وغنائك وهي لوالة قلبي سليم قبل ما نكمل معاك خلينا نشوف مقتطفات من كليب لوالة قلبي أخرجنا باللبوس سنعرف ليش لوالك قلبك بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منك بطلع بكاميرتك وبس تضوي أحمر بتقول بلاير باس لعندي هم كبير ما تستهني عني مع انك شرحني كتير لكن ضعف كسرني اللي عندي هم كبير ما تستهني عني مع انك شرحني كتير لكن ضعف كسرني لوالي قلبي وقلبي بكير كليم اللي حلو بهالأغنية إنه موضوعه جديد يعني إنه لوالي قلبي وقالي إنه كان عنده ظروف وعنده هموم وأنا رجعت حسات معه وقلبي طيب ورجعت نزله دموعي يعني فيها فكرة جديدة دائماً منقول بالأغاني إنه أنا فرقني هيدا الشخص وتركته وصورت الحياة ما فيني كفية فمرات شخص بتبعدي عنه بيرجع يمكن ما يكون الحبيب يمكن يكون باي صديق أخت وبتعذره بلوي لك قلبك بتكوني منجوبة مجروحة كتير بس عن جد بيحكي بطريقة إنه بتعرفي إنه يمكن عم يكذب ورح يرجع يغلط الأغلاط اللي كان يغلطها بس بتقولي لوالي بس ما لازم يلوي لك قلبك أكثر من مرة مرتين يعني أنا للثالث مرة برجع بعدين وتعودت بعدين وتعودت سليم أنت وحيد أهلك ومن حوالي الخمسة شهر عيشت تجربة مرة كتير لما فقدت والدتك ست ليلة بعد معاناة مع المرات خاصة إنك كنت كتير معلق فيها وإنك ورتت حب الموسيقى منها لما كانت تنايمك على أغاني السيدة فيروس لما ترندح لك ياهون حتى أنا كنت دايماً تسمى على قلة أول شيء الألحان وتاخد رأيها فيها نفهم حزنك وعلك والحالة منطلها غنية كتير حلوة اسماي يا شتي راح نسمع مقطع مننا سوا موسيقى 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 تكرم الدقيقة تغمر فيها وحسب أمان دخلك يا الله مثل ما قلنا عسانين هالأغنع منتها لولدتك التي توفت من خمسة شهر بعد قدي تقريبا كتبتها ولحنتها تقريبا شهرين سليم الله عودك ببنوت خلقت بعد شهر واحد من وفاة ولدتك ليلة وسميتها ليليا واخترت له هالاسم سيدة ماجدة الرومي وكتبت مخطط أنت وزوجتك أماني أنها تولد بأمريكا بس الولادة حصلت بالشهر الثامن قبل بيوم واحد من التاريخ المحدد أصيلة لبنانية معلوم 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 سليم عرفنا أنه نهار اللي دهرتوا من المستشفى حرستوا كتير أنه تضبوا كل شيء وما تنسوا شيء أبدا وطبيتوا غراضكم بس انسيتوا شيء مهم والله هو فعلا يعني هلأ بيقولوا الناس مشوا هالحساس الإنسان الفنان هيك عامل عايب بس صارت صراحة كتير مستعجلين وراسنا مش معنا شفت الظروف اللي صارت بهاول أربعة شهور خلقت بدنا نطلع من المستشفى ناخدها معنا حامل أنا لهايك الكارسيت وطلعين طلعنا بالسيارة مشينا هالبنة مش سامعين لك صوت ومرأنا بيضجع أنا عم قل لها يا تقبرني شغال عهنية وشو هالأمر هادي عم نقبرم هاك نطلع فيه ترسيت بس ما في ليليا يعني مش موجودة فيها بالمستشفى تركنا يا يا عليكم هلو طرح حق الله بداية رائعة لا بسم الله موفقة فينا البنان يعني مينموم تروحها أمريكا البنان موفقة فينا وبدأتضلّى باللبنان بابا بابا شو بد علي يا بابا حكيم كنت عم نعيز Officer شغرا تطلع بابا م Chang Ha honestly هو حكي إليان سلم هلأة إليس عارف 4 أصح 10 مكتبه علوش عندك ضعف على البنت أكثر من الصبي؟ بالتأكيد الصغيري أو الكبيري؟ لا الاتنين بنتي الصغيرة هي يبان بالبيت أنا بشعر حالي أني تقدر تأخذ لي روحي بسهولة يعني الله يخلي لكيها ما في مشكلة يعني طلبيتها قوامة أكتابيا أنا أنا يعني أنا ربيت مع ثلاثة خيات نحن أربع بنات مع النصبيان وأنا عندي بنتين وإليز عندها ثلاثة بنات عندها ثلاثة بنات ومع بنات دينا يكون قدي ثارو واو عجعت من شي قليل من قاوم البنت غالية جدا والأم غالية جدا فأنا بفهم عيد نقطة ضعفة الأم فطبعا يعني كل الله يطعم كل بني أدم بنت لأنه رح تكون حنوني على الأكيد ما في بنت إلا حنوني وخلي الأميات والأخوات والبنات إن شاء الله والرجال اللي بحبه البنات كمان ساليم صدر لك مؤخرا عدد من الأغنيات من كتابتك وتلحينك من بينتهم ما بدي شي لرامي عيش مش طبيعي لناجي القسطة والدني أم لسعد رمضان وهو ولدته أسيدة سيزان غطاس بالإضافة لثلاثة أغنيات بألبوم كارول سماحة الجديد وأغني تيمدي ألبوم فارس كرم بأول تعاون لألك معه والجخار هالبنت عليك نحنا بدنا نتمنى لك دوام الإبداع لحتى تلحق على هالعدد الكبير من الفنانين والنجوم بس قبل ما انتقل معك للإنترو فرماتي بدي منك أنت تنتقل على كرسي الخبر بالضيئة لتعطينا سكوب أو خبر بعدك مش قيله قبل وبس ترجع من قرر أنه نعطيه لأي وسيلة إعلمية نتفضل بل تطلع في تمرتك سليم ونقول رول كاميرا وتحكي شكرا رول كاميرا أنا عملت أغنية كنت حابة بأنا غنية هي أغنية من بي لبنته بيقولها بعرسها بس لقيت أنه مرة أقول كتير بكير على هذا الموضوع مرة أقول الناس رح يصد قوله وحتى أنا غنيته فصارت الأغنية العرس ضخم صار برات لبنان وبعدني محتار إذا رح أغنيه أو لا أنا وراية عاستوديو آخر شي أخدت قرار لسجل لغاية المشروع فما بعرف إذا أخدت القرار الصحيح بس لقاتي ممكن أنه بعب بكير لغني هذه الأغنية بالزادة سعليم كله خليك متردد بخصوصها الأغنية هي أغنية طلبة العرس صار ضخم برات لبنان فبدو أن كان أنا أديها فشوي حسيت إذا بدي أطرح هالأغنية أو نزلها على السوق أو ناس تسمعها أو شوي يمكن بعب بكير أنه غنية ما رح يصدقوني يمكن إذا أنا بغني غنية لبنتي بعرسها ومرة تبقول لأ إحساسها حلوظة ممكن تتغنى فآخر شي أخدت القرار أنه ما بس ليش يعني إحنا فينا نروح لمحال ما بدنا يعني فينا نتخيلها كبيرة ممكن خفت شوي من الخطوة يمكننا نتخيل أنه إيجا حدا عم بيخدم بين إيدينا ما نسيح بالمستشفى وبعض نسيح ما نسيح طب بالمستشفى ما بدي بعض فكر بالعرس طيب هيد الغنية معقولة تسمعنا منا الليلة مثلا شيء ايه بسمعي منا أول مقطع تقول حلوظة 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 ما بدي تعرف بك أو شي مرة تشتكي بدي ياها أميرة ببيتك أميرة وتبقى بقلبك أطول الحبيب الوحيد حلوظة لا لازم تنزلها سليم سليم لمن بتحب تعطي هالخبار لعندك ثلاثة ويب سايت ميوزيك نيشن أخبار للنشر وزهرة الخليج لثلاثة أصدقائي يعني صعب عن جد صعب نقي والله صعب عم تخيرين بين ثلاثة أصدقائي أصبتنا مضطرين نقي وحدك أعطاك فكرة أعطاك فكرة شاشة رح عد للعشرة من ميوزيك نيشن عم شبك عم بيقولك الخليج اللي بيدفعه مصاري مش مهم هذي بيدفعه كمان إحساس ومحبة كمان واللي رح أعمله رح أعط للعشرة واللي بتطلع من ميوزيك نيشن للنشر لزهر الخليج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة أطلع ميوزيك نيشن بس على العد لكن هالخبار رح يتسرب لميوزيك نيشن ويطلع عندهم قبل ما يطلع بحديث البلد قبل ما انتقل على الفورماتي شادي بدي اقزناك لحتى ترجع له بتياب صديقه لسليم هلأ بدك تروح شادي مارون ترجع مين توجه تحييه لرامي عياش العرني لتياب قال لي عارك لتياب ولمهم ما يجي طالبك فيون قبل ما تخلص الحلقة على القليل نصور فيون لكننا نحنا رح نقصناك استاذ رامي ونرجع من استقبلك بعد شوي سليم عصاف حكينا عن فننا كوي بس ما حكينا كثير عن الزمله بشان هيك رح نعمل لك سليم عصاف وانترفيو الزمله سليم عصاف احلى لحن لطارق ابو جوضي اهلون عيونك غرامي دخلك دخلك صدق كلامي قال لي بتخيل من الالحن الحلول حقيقة احلى لحن لمروان خوري في غنية ايه فيه امر لربي انا عرفت وحضرت امر لربي امر لربي امري لربي وقومي عضل بياخذ لي حالي روما ما يكون ظلمك على قلبي بدعيان الربي عني هوكي احلى لحن لزياد بتروس وعد صدقني نقلت لك شيلتك من بالي وكمان ما فينا نستسني لزياب بطرس نرفض نحن نمود ولولن رح نبقى أغاني المقاومة الرائعة اللي عملها والألحانة الرائعة أنا بحب رؤي علي شوية طبعا مايا نصر كمان نصري أحلى لحلة سليم سلامة سليم سلامة بحب له كمان لحن حلو كتير كمان ثلاثة صاروا إليسا سعبت الألحان نحن عم نحكي أحلى لحن لسامير سفير سامير سفير كمان في ألحان كتير بس بحب لأن اللبنان اللي اللون اللبناني شوية هلأ هالأيام ياريت نرجع له مواتك بنجوم الليل وحيات الله بدي إللك ولطر حمد عاشا أحلى لحن لملحم بركات تاننسى تاننسى هذا مؤخرا كمان عنده عنده ألحان رائعة وهلأ نازل شي جديد كمان بعرف حلو كتير كمان بعضه بالعطاء أبو مجد طبعا في كتير زمالة بس ما رح نقدر نسكرهم كتير رح ننتقل للكلمة هلأ أحلى كلمات كتابة نزار فرانسيس بدي أتذكر بس بحب غنية عزت نفسي ما بتسمح لي انسى جرحي وقل كدليك ما انك قلبي جرحلي قلبي عميوجان علي حلو كتير حلو كتير أحلى كلماتك كتابة سمير نخلي سمير نخلي لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس بطلع زي السماء بيروت لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زي السماء بيروت